ورجعنا لحضراتكم بعض الفاصل مع دبابيس الفراخ هنعملها النهاردة كريزبي واللي هتعملها لنا طبعا ضيفة النهاردة اللي في الستوديو معايا الوستاذة ميرنا إيهاب اللي منوراني في الستوديو النهاردة ونشوف الجانب الاخر من حياتي وفي شغلها ولنا يا ميرنا ايه طموحك بقى في الشغل طموحي في الشغل نفيش حتى بيبقى ليه طموحة يعني سابت او كده بس انا بحب شغلي قوي احطها دلوقتي ولا لما تتبل ايه والبتجاز هنا بس اسحابها فيه اتفضاست الكل اه اتفضايفا اه يعني احب انا بحب شغلي قوي اه ومنو انا صغيرة نفسي بقى مزيجة اخبار قبل ما اخش جامعة يعني انت من يعني طموحك تكون مزيجة اخبار اه ما فكرتش في التمثيل مثلا ايه ده لأ خالص بس كممكن مثلا لما كنتش مزيجة كممكن يبقى شغف او اعمل حاجة ليه علاقة او ممكن قدام انا مزيجة اعمل حاجة ليه علاقة بالاكل اوه يعني انت عايزة تطلع شغف اه حلو اول يعني يبقى عندي بزنس ليه علاقة بالاكل يعني يعني انت حابة عندك تكون شغف علشان مثلا تزودي دخلك وانا كنت بتحب المطبخة نا مش هزاود دخلي بس يا ليشان انا بحب الاكل بتحب الاكل يعني انت اصلا عندك النية من جواك انك انت تطوري موضوع الشيف جواك او بزرط وعمل كده كده في رمضان كلنا بنطلع الشيف اللي جوانا في الشهر الكريم ده بيطلع شيفية كتير من جوانا معانا سؤال معانا مين طيب تعالوا نتبل الدبابيز دي كده سريعا انا حط عليها توم كده يا رايك انا مسكت طبعا الدبابيز فتحتها كده عشان ترى شفت الفاتحة دي مهمة جدا على فكرة عشان التدبيلة تخش جواها حطت عليها شوية توم شوية زعتر عمرو حاجة تحرقت منك يا شافها الهواء ده سؤال صعب اه فيه حاجات طبعا هو ده طبيعي على فكرة الطبيعي وله هي الحاجة لما تتحرق معاناته ان احنا بننجح اه اه انا بص اقول لك على حاجة ان كنت تعمل حاجة وتفشل معك انت واخدى سكة النجاح اه انما انت تقولي عمر ما اخطأتوا لا لا ده لازم يعني من علامات النجاح ان الواحد يخطأ ويصلح اخطاءه بعد كده ده فلفل اسود ده ملش اه ونحط الابريكا وكمان الاسبايسي بيحب الطوم البودر والبصر البودر نحطه هنا حال دب لناهم كده عصر كامون بس لازم لما نجي نعمل الكريسبي اللي هو زي الفراخ ما نحطش اي مادة دهنية اي ما نفرحش نحط زيت اه ولا سمنة ليه بقى الزيت والسمنة لو حطناهم على الفراخ الكريسبي او على البنيهات عموما لزي بنعمل اسكالوب بنيه هتفصل الطبنج بتاع الخلطة ليه معلقة نشا اه زي فل ونكسر البطين دولة تعال فراخ في ناس تحط لبا رايب ممكن نحط لبا رايب اه ده بيت وهمسك ده كله مع بعض وقلمه شفت الخلطة دي تاني سيدة المشاهدين لو انتو عايزين تعملوا الدبابيس الفراخ لأولادكم ممكن بدل الدبابيس الفراخ تجيبوا صدور فراخ بنفس الطريقة دي كده وتقطعها بالشكل ده كده وتحط معلتين نشا معايا يا مرنبي منا كده شطرة في المطبخ يعني شوف معلات النشا معلات النشا ليه عشان تخلي الفراخ تبقى كريزبي معانا وفي حالة تعملها ها ونقلبها كده اهو طبعا شف عندي مشكلة ساعتنا ما بحط نشا الحاجة بتطلع طرقية من الزيت معرفش ليه طرقية هي معلات النشا بقى اللي هتصلح لك الخطأ ده على دي ايه على البيض النشا على البيض اه بالترتيب كده حطيت نشا حطيت بيض حطيت التوابل اللي انا عايزة كلها معادة زيت او سمنة حطيت اي توابل اللي انت نفسك فيها ماشي عزاب الحبان عزاب القرنفل عزاب الفلفل السود اه بالبابريكا زي ما انت حب الزعتر اهو شوفت الفراخ زي فل اه اه انا اخوتها بقى انا اضعها حضرتك كده ايه ايه دورك انت بقى الحاجة اللي انا مش بحبها ايه زي فل فضل يا ركل المهمة الساعة لا كمان رحتها حلوة اوي بس اسزلك اضغط على ايدك اه حاضر احط بس اله حالو براف تسلم ايدك طيب اه ميرنة طبعا انا عارف انك انت بتحب المطبخ وتحب الاكل ومع ذلك عندك الاكل الصحي مهتم بيه وبتلعب رياضة انا وانا صغيرة كنت سباحة اه وبعدين بطلت اسباحة بس ساعات ممكن اروح العب رياضة كده كل فترة حالو بس وانا صغيرة كده الرياضة جزء من ناحاتنا يعني الرياضة لازم اه 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 بس في رمضان صراحة ما بعمش حاجة خالص باكل بس اكلنا في رمضان الاكل والصلاة والعبادة والنوم ده بعد الفطر ده اساسي عندي اه السقفه هو وطيبه بحبه اش خالص اه بتخنق منها بجد اه بحس كلنا المكان دايق اه بس يكون الواحد يعني خاف ده موضوع تاني اه بس امش بخاف من الحاجات العالية اه 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 ايه اللي حصل ده كانت تجربة حلوة قوي بصراحة اه وممتعة واللي هو يعني بتواجي فيها بقى مخاوف كتير اه يعني حاجة عملي بصراحة ما جربتها بس يعني ممكن اعملها تاني معنديش مشكلة اه يعني كنت كنت في موقع يعني مش خفت من الطيارة ونطلت منها كان اه 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 لا كانت حاجة كده يلاق حاجة فورفان اه بس كانت لذيذة قوي حان يعني اتبسطت قوي طيب اميردا ما حصلش معها موقف في المطبخ كده اول ما تعلمت المطبخ دخلت المطبخ انا اكتر حاجة بتفشل معي المخبوزيات عمتا اه والسينابون كل ما بعمله ممكن انا بقى مسعملته 13 مرة وكتوانة صغيرة برمي الاكلة علشان محدش يدوء اكل مني وحش اه لا ده الموضوع معاك تحدي اه يعني ممكن تستغنى عن مقادير الاكلة اه والتكلفة بتاقيتها وما حد تشوفها اه اه بس محدش يأكل اكل وحش مني حال فكت ممت بزعالي طيب السينابون الحابة تعرفي مقاديره النهاردة مع بعض ممكن اعرفه ايه رائح السينابون علشان تعمليه حلو يطلع معاك العجينة حلوة اه اهم حاجة تدخلي مادتين رفعين للأسكال خميرة وبكن بودر اوكي بما بدول انا بسموهم رفعين اسكال يعني ايه يعني بيساعدوا على التخمير البكن بودر والخميرة الاثنين مع بعض لما تحطوهم على الدقيق مع بيد مع سمنة او زبدة في عجينة السينابون بتخلي العجينة هشة ولطيفة الخميرة بتخليها متخميرة وهشة البكن بودر بيخلها مقرمشة اوكي بعد ما بتتخبز يعني امم وبعد كده بتفرد العجينة بعد تتخبز الزبدة والقرفة والسكر والحلوة اه ده بعد ما نفرتها بقى بعد نص ساعة من التخمير بتفرتها طبعا على شكل مستطيل اوكي 30 في 60 تقريبا او 20 فاربعين وبعدين رول نحط رولز من الزبدة اه والقرفة مع سكر بني اه طب ولو ما فيش سكر بني بقى الله عليك سؤال لطيف جدا بحط عسل اسود كل السادة المشاهدين بيسألون لو ما لاحطيش السكر البني باديل للسينبون ممكن تستخدم السكر اللابيات بتاعنا مع معلات عسل اسود ده بقى سكر بني اوكي بتحطيهم وبعدين تفرد العجينة بتحط التوبرج اللي انت حباها اوكي ممكن مكسرات ممكن شوكولت زي ما انت حبا هو بس السينبون اللي كان بيبوز معي ده بعد من الطريقة اللي انا قلت لحضرتك على دية مش غايبوز بك مش كده ايه رايك في الفراخ اللي انت عملت لها النهاردة لأ حلوة قوي هتطلع حلوة طبع ايه رايك في البرنامج بتاعنا اكلة امي لأ حلوة قوي كمام مامتي بتغطي تفرج عليه عشان بيتطلع قبل يعني ماما بتتابع تمام زي الفل طيب الفراخ ايه رايك فيها لأ حلوة قوي تمام الفراخ على الطرق دي في حاجتين بقى يا اما انت دخلها التلاجة تتجمد شوية عشان تثبت عليها التوبنج بتاحها هنشى هنا على طول بيان بيدور بيدور البطولة دوره هنا بيمسك كل التوبنج ده كله في قلب الفراخ فهنحمرها على طول بيان خالص ايه هنحمرها ننزل بقى في الزيت كده مع بعض لا الزيت بارد يبا ما فيحش حمر فيه اوة في حياتك تنزلي باي حاجة تحمرها بانيه في زيت بارد ايوة طبع نهاية اول حاجة كل اللي انت عملتي ده هيبوز هيبوز لازم الزيت يكون صح ممكن طلعينا فاصل يا ميرنا بقى اخباري يلا فاصل اخباري لا فاصل يعني بالبرنامج بتاعنا اوكي اه ممكن نروح فاصل ونرجع تاني نكمل الكرب والفراخ رمضان كمان على شاشة القناة الاولى حاجة تانية والسر في نجومنا اللي بيشرفونا اوكي حد الاستاذة ميرنا بقى رمضان في مصر حاجة تانية ليه رمضان عشان العزومات طبعا اه وعلشان ناس كتير بتتجمع ممكن يكونوا ما شافوش بعض بقالهم كتير حل وعلشان اكل انواع كتير قوي اه فبيبقى بقى احتفالي يعني بتبقى اللمة والاحتفالية بالضبط واللي بيعمل اكل خليف يعمل واجمل شهر في السنة اه بس ويبقى فرصة عندنا احنا المصريين بالامانة كل واحد فينا بيطلع الشي في اللي جواه صح كبير في السن صغير في السن كل واحد بيعمل حاجة حلوة بيعملها خلته عمته بنوتي كله بيطلع الشي في اللي جواه حتى لو ما تبقش في المطبخ عالصفره يعمل فيلسوف الملح ناقص مش عارف الزب ايه اه فيلسوف بقى صاين بقى الراجل ترونار حلو؟ اه نعمين زي الفل خلصنا الوقت بتاعنا طب نطلع الفراخ يا فاندي بعد ازنك اهو اه اسود عمرنا، تعمل للفراخ اكتر ولا اللحوم ولا الاسماك؟ لا الفراخ اكتر الفراخ تحب الفراخ وهم كل البديوتون صغرين يحبون الفراخ اكتر اه وبرا احب بالأكل فراق اكتر من اللحم كتير اه لما تسافرين لا برا برا البيت يعني اه برا البيت لما تمتعزم اه اه لو في مطعم او في مكان احب الفراق اكتر من اللحم اه حلو واي بتبقى على اقلد متعددة ايه الاصناف يعني اتخذها كريب بس كريزب زي دي كده او ان احنا نعملها مثلا بيكاتة نعملها شفتي دبابيس الفراخ الجميل الحلوى شكلها حلوة اوي كمان انا محبباها على فكرة يعني فيه ناس بتعملها اغمق من كده زيبها شوية بس هي كده اهم حاجة ان انا امسك الدبابيس دي افتحها الاول خالص قبل ما انا احطها في التدبيل شفتي بقى الدبابيس قولي تسلم ايدا كشفة تسلم ايدا كشف حالاتنا النهاردة ونجميتنا النهاردة نجمة من نجوم شاشة القناة الاولى كل يوم معانا نجم مختلف في زقه للمطبخ بحب المطبخ بحب شغله اكتر كلنا كده في حاجات عندنا كتير احنا نتفوق فيها وفي حاجات اساسية في حياتنا صح اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة